بس أنا عايزة أخذك بسرعة كده على حاجة مهمة أعتقد أنه مهمة أوي تبقى عارفة البنك الدولي شايف إيه اللي بيحصل في المسار الاقتصادي المصري تعالوا تشوف لمحة أو زاوية البنك الدولي بيقول أن مصر حققت تقدم كبير في تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات يعني الاستفادة من هذا المورد الاقتصادي إلى حدها الأقصى طيب ده غاز يا سيد الفاضل كان مهدرا مطروكا ليه معرفش والله أعود أفكر في الجملة ليه طيب لازم كان هذا الغاز بل أنه هو بالفعل يمكن أن يحل محل مصادر الطاقة الأكثر تلويثا للبيئة وكان مطروكا طيب ما احنا نستخدمه مكناش بنستخدمه لكن البنك الدولي نفسه وضح وأشار بل وأثناء على استخدام مصر لهذا الغاز البنك الدولي بيقول أنه الاتحاد الأوروبي رفع من وارداته بيستورد من الغاز الطبيعي المسال بصورة كبيرة من مصر وعدد من الدول وأشار إلى أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأنجولا حققوا تقدم كبير في تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط لصدرات غاز طبيعي بدلا من حرقه خلونا نقوم معنا على التليفون دكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول واتقى بالجامعة المصرية الصينية أهلا بك دكتور ثروت إزاي صحفا أخوي المواطن العادي هيتساءل يعني إيه الغاز المصاحب للنفط وهنا هسأل ولماذا كان مطروكا قبل كده طبعا أنه غاز المصاحب للنفط طبعا أنه بيسموه الابجير هو الأكسرية بدروليوم جاز ده الإسم اللي هو الإنجليزي بتاعه يعني إيه غاز مصاحب للنفط احنا عندنا طبعا نوعين من الغاز فهنا عندنا قبار قصية غاز بس فقط بيسموه دراجاز أو جاز جاف ده اللي بيطلع زي مثلا عندنا حق فظوره مثلا بس فقط بيسموه دراجاز فهنا بيش فوق أيه النفط عندما عندنا مثلا حقول البترول زي مثلا في الصحة الغربية وخلافه من هذه الأماكن أو خريب السويس بيطلع منها البترول نفسه وبصاحب معه غاز طب الغاز ده بيجي من إيه؟ طبعا الغاز ده يبقى موجود تحت باطن الأرض مع البترول بيبقى ديسولفت يعني يبقى مزاب جوه إيه؟ جوه النفط نفسه لما بيحصل فيه خفض للضغط لما بيطلع من تحت الأرض يطلع فوق بيحصل فيه خفض للضغط عشان يطلع فوق بيحصل بقى بعض ما يسمى تحرير للغاز اللي هو كان موجود مزاب جوه النفط تحت الأرض بيطلع بقى المصاحب معه فوق على السطح فوق يبقى يمتج معه طيب الغاز ده المصاحب ده بيبقى ما فيش له معمول حسابه فيه فسيلة أو الحاجات اللي ممكن تاخده تستفاد منه بعد اللي عمله عملت وفاصلة عن النفط اللي ترى من تحت الأرض ممكن بقى الناس بتاخده تستفاد بيلا هم من 50 سنة بيبدأوا يحرقوا هذا الغاز وبستفدوش منه خالص يعني الصلاحيات بتقول اننا عندنا 150 مليار 150 مليار متر مكعب من الغاز بيحرق سنويا سنويا على مستوى العالم ده بيقدر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي كفلوس ويعني بيعادر برضو 25% تقريبا بالسلاة أمريكا أو 30% بالسلاة أمريكا فده طبعا مشكلة كبيرة جدا لأنه ده كمان يؤدي إلى تلوث بيئي اللي هو طبعا واحتباس حراري والعالم كله بيعاني منه وفي ناس وقت برضو أننا ممكن أستفاد منه أننا أصدره زمام مصر عاملت أستخدمه في البيت الكوميات أستخدمه في المولادات التقل الكاربائية بإعطراء الغاز حالنا 6000% من اللي بتاقنا الغاز التقل الكاربائي لو اتفادنا من هذا الغاز وحاولناه وعملنا لوكيمة مضافة طبعا يعود لمصر طبعا بتاخلي كبير جدا وأنه يصدر لأوروبا وخلافه طيب عظيم جدا هل هنا بقى هيجي سؤالي إحنا كنا ليه ما بنستغلوش يا دكتور يعني هل كان فيه سبب وجيه لعدم استغلاله على استغلاله أول حاجة ما كانش فيها نفسه بتاعة الأبار يبقى فيها عندنا دايما حقول النفط على المستغل العالم يبقى ما بيش فيها البطول طبعته في الأرض كالآتي إما يكون بطول أو بيكون فيه بطول تحت الأرض وفوقه طبعا كما الغاز بيسمونكم بيناشر الزبار خزان يعني أو بيكون موجود ثلاثة مع بعض اللي هو غاز فوق وتحته بطول وتحته مليف في حقول النفط كمية الغاز المصاحبة بتوباش كبيرة جدا ولكن في عزة أزمة الطاقة الحالية بننبور دوقت على أقل قليل عشان يكون بتجميعه وفي تالي بتصديره في عزة طبعا من العالم في أزمة الطاقة وفي نفس الوقت برضو سائل الغاز بقى أضع أضعف أضعف فالوقت بنستفاد من أي هذه الأشياء فعشان كده العالم كله كان بيحرقه لأنه كان نثبته بسيطة جدا إنما بيحرقه إنما لو كمية بدأت تتعظم أو يبدأ مثلا تجميعه أو عمل تسهيلات بجانب الأرض نفسها عشان تجميعه فطبعا استفاد منه أي دولة في العالم وذال الوقت الاتجاهات اللي أمديكا أمديكا دلوقتي إذا 70% من الحرق هذا الغاز وفرطه كان تعمل مثل 100% مثلا حرق الغاز اللي عادة بقى وصلت لتوفير فنزي بتعمل عادة حرق 30% وفرط 70% من هذا الغاز وكما تسهيلات حد أوروبي فالعالم كله بدأ يتجه لعملية الحصول أو الاستفادة من حتى ولو القليل من الغاز المصاحب للنفط عظيم جدا أنا بشكرك جدا دكتور ثروت كل الشكر دكتور ثروت رغب أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة المصرية السينية ترجمة نانسي قنقر